السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحبا بكم فيديو جديد وقصفة جديدة من وصفات أم هيتم اليوم إن شاء الله رحمة الرحيم وكيف ما أسبق لي وعدتكم فيديو سابق قد نشارك معكم طريقتي في تحضير الكنافة المنزلية أو لخيوط الكنافة طريقة اللي هي سهلة إن شاء الله ونجحة ومكونات اللي هي قليلة ومتوفية قد تحصلوا فيها لوحد كنافة اللي كتجي رقيقة بحلكة وكتجي خفيفة وما تجيكمش معجنة نهائيا كيف ما قد تشوفوا معي من أرواع ما يكون طوبوا بها كال الحلويات ديلكم وحتى المملحات إن شاء الله في أي وقت وخصوصا لشهر رمضان تمنى الاقتراح ديليو من الإجاب ديلكم بكيف عدم نطوش عليكم وتزوم مباشرة للمقادر وطريقة التحضير وهنا على بركة الله سنعطيكم المقادر وطريقة في نفس الوقت بش ما نطوش عليكم الفيديو سنأخذ هنا يوجد كؤوس ممسوحة ديال الدقيق الأبيض ضروري نوعية جيدة خاصة بالحلويات أي كأس كبير أو لصغير زائد كأس واحد ديال النشاء أو للميزينة كذلي كأس لي وممسوح هنا كنت سوف نعطيكم هكا المقادر بالكأس باش إن شاء الله تكون مضبوطة مع الجميع ضروري نظر نغرب لهم هكا مزيان مزيان ونضيف لهم هنا رشة ديال الملح ونضيف ملعقة كبيرة ديال بودرة الحليب نحن بنسبة لبودرة الحليب عندكم ديروها ما عندكم ش تستغنو لها أو لعوضها بحد نصف كأس ديال الحليب اللي بغيتو هي فقط كتزيدها كوحد البنة اللي يزوينا الخيوط الكنافة سنضيف هنا أربعة ديال ملاعق كبار ديال زيت النباتية ونضيف لهم هنا كذلك الجيش كؤ ديال الماء كيف غتشوفوا معايا نفس الكأس اللي كيف مكتليكم عبرت به الدقيق او للنواشف واللي غدي نعبر به السوائل نفس الكأس وغدي نزيد واحد الملعقة صغيرة ديال الخل غير بشكة هالشيش لنا هاد الاجينة هادي فقط لغير هادوه ما المكونات كنظن مكونات اللي يمتوفره عند الجميع صافي وغدي نخلط هادشي كل شي نايا غدي نخلط غير الخلاط اليدوي طبيعة الحال نسلي بغوا يستخدمو الخلاط الكهربائي او لبغا ميكسو طبيعة الحال ممكن انا غدي ندير غ نخلط مزيان مزيان حتى كي نسجمو لي العناصر او كانت خلص من التكاتولة تشوفوا معايا القوام ديالو كيف دير كي يكون القوام ما هو خفيف يعني ماشي خفيف سائل بحل ملتلا الاجينة ديال البغرير وماشي تقيل بحل الاجين ديال كي كنتم كيف كتشوفوا معايا عجين اللي كتكون طلق الخير ان شاء الله ما قادر لي مضبوطة كيف مكتليكم تديروا غير هاد المكونات وغدي تنجح معاكم ان شاء الله هنا بش كنتأكد انا الخالي ديالي ما فيهش تكاتولات نهائيا او لما فيهش الحبيبات فقد نحاول انني انصف فيها او لقد ندوزه في الصفايا تم كيف مكتليكم عجين وخاسها ايو كين ما شيخ فيه في الدرجة انني غدي نكبوه في الصفايا ويتصف بوحده ضروري كنعودوا هكا او لقد نعاونوا بالملعقة بشكه بطلية كيف مكتليكم من الصفايا ونعاود نأكد غير لتزموا بالمكونات واستخدموا دقيقة نوعية جيدة خاصة بالحلويات سوف يدوى الخالي ديالي من بعد ما صفيتو تأكد انه ما فيهش تكاتولات غدي ناخد هنا يا جيب حلواني او البلاستيك ديال المجمد البلاستيك اللي هي تلاجة اللي عندكم اللي عندكم قضيوا به مش يضروري تشوفوا هكا الجيب الحلواني او اللي عندكم كيف غير تشوفوا معي اللي عندكم كي يقضي هنه بالنسبة لها الجيب حلواني كيكون هكا من الاسل لانه كيكون عندو هكا ذكا الراس حاد او لماضي وكتقدروا انكم التحكموا فيه بطبيعة الحال هنا كتحاولوا تقطعوا شويا يعني انتم ما كيف كتشوفوا معي غدي نقطع ونعود ونجرب حتى انتم ما كيف كتشوفوا يعني قطعت المرة اللولة والتانية كنبقى كنجرب حتى كي نزل لي الخالي كي يكون ما متقطعش هنا انت كيف كتشوفوا معي كي تقطع لي اذاك الخيط اللي كان نزله كي تقطع غدي نزيد غير واحد شوية 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 باش كتكون الشعرات ديكم ارقيقة يعني وكتدووزو هكا كي بلكم الخط متاصل وما كيتقطعش وفي نفس الوقت يكون ارقيق باش ديكم حتى الشعرات ديال كنافة ارقاقين انتم ما كيف كتشوفوا نفس الطريقة ونفس شيء غدي تخدموا به كذلك البلاستيك العادي ديال التلاجح هو نفس شيء غدي تخدموا به اللي هنان غدي نوريك وبالنسبة البلاستيك لانه كي كون فيها ديك الحاشيات التحت غدي نوريك كيفاش تخدموا به كذلك باش يعني بشكل ديالو مقاطع فنفس الطريقة كنحاول ناخد غير القنص ديالو وكنعمر هنا الكمية هنا الاشارة فقط حاولوا انكم كفاش تعمروه سوا ان في الجايب حلواني او البلاستيكا ما يديروش كيميه اللي هي كتير باش متغلبش اليكم تحاولوا تنقصوا منه كواحد شوية لكي يريدون لكم القنت حاد أو لماضي وعاد من بعد كذلك تقبلوا حولوا ما امكان يكون اصغر شيء ممكن انكم تقوموا بحيث انكم تنزلوا خيوطة يكونوا متصلين ارقاقين في نفس الوقت سوف ندخلوا مرحلة الطهية بالنسبة لمرحلة الطهية سوف نأخذ هنا مقلات كبيرة مقلات غير لثيقة بالنسبة للماندوم ليس مقلات غير لثيقة ولماندوم تأخذوا غير المقلات الحرشة تقلبوها على الظهر ديالها او لعلى الوجه ديالها مشي مشكل تكون بغصولة و تديروها واحد المسحة صغيرة غيرها تديرو كلينكس تديرو فيه نقيطة ديال الزيت وتدوزوها على الوجه ديال المقلات ديال الحرشة عاد تبدو تخدمو بها وإلا عندكم مقلات غير لثيقة من الأفضل يعني كتسهل عليكم الخدمة طريقة رها موضحة في الفيديو طريقة سهلة بزر هاتم تشوفوا معايا كناخذها هنايا وكنبقا كندير دوائر يعني دوائر متصلة او لخطوط متصلة هكا على شكل دوائر إلا عندكم البلاك كذلك الناس اللي عندهم البلاك طويلة يخدموا بنفس طريقة وتحصلوا على خيوط كذلك اللي هما طوالين أنا هناك كنتشوفوا معايا كنحاول ندير هات الشكل هذا في المقلات غير باش ما يبقاش يعني ما كنديرش هكا خطوط لي عشوائية وانبقا ويتلقاوا لي الخطوط غير باش ما كنجينش هديك الملاقية بزاف في الخيوط ديالنا كتشي هكا غير بحل مجنى حاولوا انكم ديروا بحل هذا الشكل حلزوني باش كيجيكم بحل شي شعراء طويلة وما كنجيكمش في هالملاقية بزاف وبالتاني ما كتشيكمش مجنى هناك كتشوفوا معايا غير يعني غير كنكمل هكا الضورة ديال المقلة ديالي ركتكشوفوا من القلب ديالها كتكون نشفات كنجمعها كواحد شوية وكان وضعها في واحد المنديل اولى طابق لي مفرش بالمنديل ومغطية بالمنديل في نفس الوقت يعني وحدى على وحدة وكيرجع لهم السهد ديالهم باش ما كتنشفش لنا وكتقروش هدا هو الشكل ديالها من بعد ما كملت الكميات ديالالعجين اللي عندي هذه الكميات اللي كانت تحصل عليها يعني رأى كميات تقريبا لبأسي بها اللي تحضروا بها ككونافة سواء حلوة او لمالحة اللي بغيت نرى مباشرة بعد ما اكملت نشاركها معكم بشكل ديالها شوفوا معي شوفوا معي الخطوط ورقاقين بحل الشعره تأتي من اروع ما يكون خصوصا كيف مكتلكم الناس اللي لم تتلقى وش الكنافة شخصيا يعني فيش كنبغي الكنافة يعني راه بعيدة لي بزاف تقريبا عندي واحدة خمسة واربعين دقيقة في الالي وفي الروتور يعني ساعة ونصغير باش مش نجيب انا الكنافة يعني إلا كنت قد ناخد غيرها ككيمية اللي هي نصيب بها حاجة وحدة فكنا نفضل اني نصوبها في الدرق او لا نخدمها في الدرق كتجي زوينة بزاف ما تجيكم لمعجنال حتى شي حاجة زوينة زوينة ان شاء الله انتم كيف تشوفوا كل شي قدامكم وبالنسبة الكيمية انا قد نعبرها قدامكم باش تشوفوا ش حالك تخرج لي الناره ستشوفوا معي ما كملش يعني بقاتلية واحدة الكيمية قليلة فهي عادة يعني هاد المكونات اللي عطيتكم اليوم كأسا ديال الدقيق مع كأس ديال النجا ركا تعطينا 400 جرام كيمية راهلة بأسة بها مكونات اللي هي لا شيء كيفية إلا بغينا نقول انتم ما كفشوا معين انها عبارة الكمية 370 جرام ولكن كيف مكليكم رأني ما كملش لكمية ديال العجين كاملة بقاتلية كوحة شوية غير اقزة لها ولكن ركا تعطي 400 جرام بالطبط يعني الكيمية كاملة ديال العجين كتعطيكم 400 جرام ديال الكونافة بالنسبة لهذه الكونافة هذه طريقات الاحتفاظ بها كيف العادة يعني بحالها بحال اي حاجة تخدموها تخضوها ودروها في بلاستيك الخاص بمجمد او لتلاجة مهم بلاستيك ويكون مزدود او لمحكم الإغلاق تخلوها في تلاجة او لكاتصبر لكم في تلاجة مدة اسبوع يعني اسبوع هي عندكم تخدموها وتقالكم اسبوع في تلاجة حتى الوقت اللي تبقى تخدمو بها عادي بغيتو تحتفظو بها في المجمد فنفس الشائعة ما تيوقع لها حتى شي حاجة لبنات كتبقى كمية يعني كتبدوها من المجمد ودكو نجولو لكم وكتبقى في هاد القوام ها كطرية الشحال كتبقى في المجمد كتبقى شهر كيف موقت لكم اسبوع في تلاجة وشهر في المجمد تخدمو بها اللي بغيتو مملاحات والحلويات بالنسبة للحلويات فانا اصبق لي وشاركت لكم كيف ماشتوا معي الفيديو السابق فشاركت معكم الكونافة حلوة او الكونافة بالكريمة كتجي مقرمشة كيف ماشتوا معي في فيديو سابق والناس اللي بغوا يشوفوا الطريقة التحضير ديالها ركينا في انخلكم إن شاء الله الرابط وصندوق روس او لطلع لكم بيضاقة ديالو الآن كتجي مقرمشة وكتجي من ارواح ما يكون بحالها بحال الكونافة غير هنا الاشارة فقط بالنسبة للناس في فيديو السابق اللي بغى يخليها كمهية يعني الشعرات كاملين يخليها كيف مادرت انا اللي بغى يقطعها بالمقص هكا وليفتتها شوية باش تسهل اللي في الخدمة طبيعة الحال ممكن كذلك بالنسبة للناس اللي يسولون في فيديو السابق واش نتسقيوها بالعسل او لبسيرو اللي بغى يتغير هو العسل حين تكي يكون شوية تقيل فالكونافة تبقى محافظة على القرمشة ديالتها مدلية اطول هذا فقط للاشارة اه نتمنى فعلا اقتراح دياليوم يكون الاعجاب دلكم وتجرب الوصفة وتنجح معاكم الى عجبتكم كيف العدا اه شاركوا لي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال كتروا لي اموا اللايكات باش يوصل الفيديو الاكبر عدد من الناس كنشكركم دائما على حزن المتابعة وهذا قد يكون وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة